هو الدعم يتعطل البروجيه على ما كان عرفه على حسب معلوماتي اما يتعطل الموماتي لله يتعطل المغني لانه بورتور دو بروجيه المغني عنده اغنية هو صاحب المشروع الموماتي لله كيف تدري فيلم بواحدك عندك فريق تقني فريق فني لذلك يتعطل الانتاج فرقة مسرحية فريق لذلك من هذا الباب لم يكن الدعم للفنان بوجه الخصوص أنا اللي بقى فيها كفنانة تكون مساعدة لي كفنانة بل كمواطنة قبل ما نكون فنانة أنا مواطنة أنا مغربية كان واحد المرأة اللي عايشة بوحدي اللي عندي أنا دور في عندي مصاريفي يمكن في الوقت ديال كورونا كنت محتاجة للمساعدة لأنه أنا ممحصوبة على مؤسسة معينة لأنه أنا في مجال غير مهيكل هذا تشاف عظيم ديال 2020 أنا مصبالية في مجال غير مهيكل بامتياز ما كين قوانين ما كين حقوق تحمل قوانين تحمل فنان ولا تشي حاجة يعني كان فريمو إهمال تام صراحة أنا أنا كنصرح بها فما ما مكاش ما كان استفادة نهائية شوفي يا مشي مصاعدة أنا سبالي يا ما عطيت لبلادي أنا أنا كاميرا يا ما عطيت لبلادي كمواطنة كاميرا أنا خدمت بزر بلمجالات من صغري كان خدمت وصا نو كان عطيت لبلادي جال وقت لبلادي ساعتني ما عطيتني ولوصا فأكثر فترة حرجة في حياتي بلادي ما كانتش معايا يعني أنا لا كانت مساعدة ولا كان يمكن لي نطلب المساعدة لأنه يمكن ليش كفنانة وجميع يغلبني ما يسمح ليش وما كينش يعني ما كيناش الفكرة أصلا الفنان كان آخر حلقة الحلقة المفقودة يعني الأقل أهمية موسيقى أول حاجة كنت نبقى نتكونيك تام على البيبليك نتكونيك تام على الجمهور أتخافي غلي غيزو سوسيو ماشي بالطريقة اللي داروه بعد الناس كنت نديرها بطريقة إيجابية أولا نوعي كين بزاف ناس مقارينش بزاف ناس معندو مش الوعي باش يفهمو كيفاش تيباس الكمامة وكيفاش وشنو يديروه بزاف الناس بدعقوك بزاف الناس كبار مساكن خايفوك أو ما نقدر نقل من الروع جل جل هذا على الناس نقدر نرفعه نتقاسم أشياء خاصة جو غيب يعيما أنني نتقاسم هذيك الأشياء بعض الأشياء اللي أنا اشتها في الكون في المو صراحة كنت نتمنى أنني نتقاسمها مع الناس ولا كي كنتم معتاز للي الأسف موسيقى بزاف 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 بيان ساخ الحقرة كينا بزاف كينا بزاف يعني في مجالنا بدا في المجال الفني كينا يعني نرجع الدابرة كينا الحقرة بزاف لأنه من غير الفيلمي اللي سمحتي اللي قلت لك أنا نتحيت منه كينا كذلك مسلسل مسلسل من كتابة والسادة الفنان القادرة سعيدة بعدي وحافظة بعدي الأخت ديالها وتصل بي المخرج والدور مهم من الأدوار الرئيسية في المسلسل ومن بعد تفاجأت لأنه أنا مكيناش بدأت تصوير أنا كنت نصي نريوجيني نقراها كذا كذا عارفة الشخصية شناية فمكيناش فيه كينا الحقرة هنا على أساس معي يتلك بش جيت تخدم مني ما نبقاش باغيك ما عندي لش نقول لك ما تجيش ما عجبنيش الحقد اللي ولا الحقد اللي المجاني كو كاني حقد عنده أسباب ننفهم حقد مجاني إذا معه واحد الحرب على ولا شيء يعني عند ضربه على ديك الورضة سبزاف يعني حرب كبيرة على شي حاجة صغيرة ش هل عنا مفين في العام؟ ش هل عنا مو سلسل في العام؟ باش نضطربوا يعني قدروا نقتلوا بعدياتنا أنا شخصيا ما كان درجها كوالي لكن كان شو بتجدها كين؟ يعني أنا كنا كل العصاغي من العصار اللي ضايرة الناس اللي بي اللي ضايرين بيا بتجريبتي لأدن 22 سنة كافية على أنها تبيلي وش كين صداقات في المجال الفني؟ أقسم بالله ما كينين؟ بذلك الأشياء كانوا كانت أخلاقية المهنية الأساس لما كيف ما كتوجي لأي مجال غير مجال الفن يعني مش غير مجال الفن لأي مجال كان أخلاقية ديك المهنة كتسيرها كتسيرها وكتحتار مع أي واحد موجود في ديك المهنة قبل منك والناس اللي كبر منك والناس اللي كتشتغلي معهم هذه القادية هذه بداس كتسقل في المجال الفني وكتشاف يعني بينه وجمهون ولا كيشوفه وكيقولها يعني وإحنا كان بقوا في الأخير كان قدموا فن شي حاجة زبينة شي حاجة راقية شي حاجة بضوقة ضوقة رفيع فخصتا تكون جاي من القلب شي حاجة زبينة راقية جميلة ممكنش يكون داخل فاتش مبقاش ثقة كذلك مبقاش الإبداع الحقيقي مبقاش الإبداع الصادق صادق يعني أنني نبداع من القلب وأنني نخليك نوهمك باللي هاداك شي اللي كنقدم ليك حقيقة وهو غيم النسج خيالي ونخليك تعيشه وتعيش الحلم باش باش تضيك على شوية على الحياة وعلى هادا الضغط اللي كين في الحياة هادي ومنها تستافد منها تترفع على نفسك مبقاش هاد الشي هادا يعني ولينا تمتيل ولا ما شينال ولا الفن دير بحل الخبز حش مخبازك تصنع هكا كوش كيتشابه حتى الأعمال ولا كيتشابه تل ممتيلين نفسهم يعني سينومال ولا واحد تكرار موسيقى أكيد الله أكيد الله والجمهور الآن واعي بهذه القادية هادي أكيد الله شو مزين أنه الفنان يبقى دائما اعطيه واحد صورة جميلة ويكون متفائل يعني لأنه الفنان كيخليك تحلمي كيخليك تحلم تخرج من الواقع شبشي حاجة تبينة بشترجع الواقع لأن الواقع دائما أكثر قساواتنا من الحلول دائما كنحلمو كنحاولو لقاو حلول المشاكل ديالنا الفن دائما هو كيحاول يخليك تخرج من الواقع وتشوف الحلول الممكنة يعني هدا وشيء جميل فيه فإلى كنا غادي نبدأ وننننننبينو هادا يعني هادا الجمالية بطريقة مبالغ فيها مكين لاش مش أنه نوهمو الناس لأنه فعلا الحياة وردية نو ماشي وردية نو ماشي وردية الناس اللي ماشي يكونش الفنانين أو عبتاني الفنانين شوفي الفنانين فئات الفنان دائما كنقول كين فرق كبير ما بين المغني والممثيل دائما كنقرنه الممثيل بالمغني فرق شاسع جدا المغني شركة متحولة يعني غادي بوحده الممثيل لا ويهل ديبان ده بروديكسيون وسيناريو أفلام وكذا وكذا يعني يمكنش اللي ننقرنه ما بين الممثيل وما بين المغني المغني حاجة أخرى هادا كبغي يبيه اللي كمعبتش نو يمكن كيمشي اللي غرون زوتة اللي هادا إما تقول اللي ممثيل دائما تواجد في اللي في اللي لكس وواكنزيان وعيش مزيان وطربيلات وكذا لا لأنه ليس على غداول نار الدولة عارفة عنهم يعني وزارة التقافة فالي كنت خدينا كاملين معرام فيه هادشي ما كيديرش الفيلات ما كيديرش لغوند فوتور ده لكس ما كيديرش الأرصيدة كبيرة في البانك ما كيخليكش لبسي لدي عمان حتى وإلا درشي إشهارات وإلا كنت يكدرين تعاقدات مع ماركات ومع شركات ما كيل هاد الدرجة هاد يزعموا شوفي كيحاولوا يبيعوا واحد الوهم من الجمهور اللي غير حقيقة والجمهور كي ياخدوا كميثال هاد شي أنا اللي كيدرني لأنه لو عقا ما شو هاداك حولهم أي شاب الآن أتضري معاه عنده إنستاغرام ولعنده فيسبوك غيقول لك أنا أنا حلم أن نكون بحال في الآن ولكن سير شوف فلان في الحقيقة كيف يجدر كيف يشعيش شوف دارو شوفه كيف يشعيش شوف اليوميات ديالو تقدر أول حاجة بعدها تلقاه تعيس ماشي سعيد أصلا كي بيلك السعادة يوميا مع أنه تعيس قدر تلقاه تعيس لا علاقة دانك الغيزو سوسيو مكي أكسوش الواقع فعلن ديال مجتمع ديالنا والفنانة كيتوهو الشباب ديالنا الآن في هاد القادية هادي ومشي غالي فنانا عفوان زم حدي من الشخصيات الناس اللي في الغيزو سوسيو ناس اللي باروفين يعني اللي بروفين اللي ماروفين يعني اليوتيوبر البلوغر الناس هاكا وهي صعيبة من ناحية صعيبة صعيبة بصح نيت ولكنه هو ممكنش لك عودت تانيت تات ممكنش الناس كلهم يكونوا في حال في حال ولفنانة كاملين تصرفو كيف كيف لأنه كل فنان عندو شخصية دياله هو كإنسان ديجا كتكويين كافة كل واحده شخصيته نعطك مثال بنفسي أنا مثلا أنا كنحاول نبقى نصالحة معاداتي نبقى أنا نبقى واقعية نبقى رجلي على الأرض بصراحة يعني مني كنمثل أنا شخصية ولكن مني كننجي لواقع كنعيش كناجات مجرد من لقبل ممثلة أنا عمرك تلقيني عيشة بنهار كممثلة من غير فتصوير أنا أمام الكاميرا ممثلة ولكن وراء الكاميرا أنا ناجات ناجات الإنسانة بسلوكي بطربيتي بثقافتي بعقلي بذكائي بشويد كالاخديالي يبدكش اللي يتعني الله على طبيعتي ما كنحاوش نعطي واحد صورة اللي مغايرة عليا ولا اللي بعيدة عليا بزاف نحسن من مظهري عادي انتها الله في شكالي عادي مش تشعري مزيان وحسن من مظهري عادي ولكن باش ندير واحد الفرق شاسي ندير واحد المجهود كبير باش أنني نبين واحد الصورة اللي جوثبا كيفاش دير نو يمكن نديرها في فوتوشوت في الجلسة التصوير يمكن نديرها وانا كندير إشهار للمركة معينة أو شي حاجة حالكة أو في التصوير شخصية ديال البورجوة جوثبا كوا من بي للناس لأنني عيشة واحد الحاجة هي ما شي حقيقية ما نقدرش نديرها موسيقى موسيقى لأنه أنا أعي يعني أعي أنا عارفة عصي شحال أنا حقيقية كسر مر يعرفوه أنا سخرين ولكن كي الناس قراب لي يقدروا يعرفوها كسر مني أنا عن نفسي قدر نقول لك حقيقية معاكم والعامة عامة أنا حقيقية بواحد تسعين في المئة معاكم خمسة وتمانين في المئة في طرف تصغير شوية الماكياج وشوية المادنة شي شوية لأنه أنا عصبية كرانين ضروري فعلاً هو أصلاً صفركي في يدك في أي مجال كنتي فيه صفركي سمع الرجال في نالمو إحنا عيالات كتاحنا لصفرنا كان كتسبو أشياء ثقافات المخيلة ديالك كتوساع أنا بحكم جريبتي في أعمال عربية بحكم المهرجانات اللي حضرت لهم بحكم علاقاتي بزرد الفنانة من خارج المغرب بعرب وأجانب وأمريكيين بحكم الأفلام اللي شاركت فيها أعرفت بزرد الأشياء وكتسب تجربة كبيرة الحمد لله كنت محظوظة جداً في هذه إذا قلت لي إذا كنت وزيرة الثقافة شنو ندير أولاً أنا ضد الناني يعني ما يمكنش نقبل نكون وزيرة الثقافة في بلاد ما فيها سياسة ثقافية أصلاً أصلاً في بلاد ما فيها سياسة ثقافية محظوش كنت فيها أصلاً وزارة ثقافة أنا بنسبة لي باش عاد لي يكون وزير ولا وزيرة لو كان كانت عندنا سياسة ثقافية وفنية في المغرب نقول لي كان غير مؤهلة أنني نكون حادياً بحكم المستوى الدراسي جالي بحكم جريبتي كان ناس أولى كان عارفهم فعلاً أولى بهذا المنصب ولكن لو كنت بدك المستوى الدراسي وكنت مؤهلة أنني نكون وزيرة عن غير بالذات الأشياء أول حاجة غادي نسرع بالقانون جالي الفنانين أول حاجة كن قانون منظم لهذا المجال كيف ما كل مجالات الأخرى ما يبقاش مجال غير مهيكل إهانة واللي مجال مهيكل بقوانين قوانين تطبق ماشي قوانين على الورق ومخبية في الإدارات لا أنه فعلاً ذلك شي تطبق أنه يكون الفن الحقيقي اللي ماشي مبداع ما عنده ما يدير في هذا المجال ويتقنن أي واحد عنده موهبة منحقه يدخل المجال سواء كان مكون أكاديمياً أو لا لأنه عندنا بزرد الفوضى في المغرب صراحةً وكان بزرد داربه أنا مكون في هذا المعهد أنت هذا التكويل الأكاديمي اللي أنا عندي للموهبة أحسن لا أي واحد عنده الموهبة ممكن ينتم ممكن يبدع ممكن يمارسها ونزيد من المعاهد يعني يكون المعاهد كثار لدينا المعاهد قليلاً بزاف أنه تدريس الفن أو تلقين الفن أو التربية الفنية تكون أحسن تطور ما تفقاش للطريقة القديمة يعني بقي ذلك شي قديم بزاف لذلك نغير هذه الأشياء هادي من قانون والشي الأخرى يدروا أخرى نعلم الحمد لله أوي مثلاً في مصر كيفوني في مصر لأنه درت فيلم مصري ما يقدر تشي واحد يلغي زي ما بزاف ما كرهوش ينصحوه بالقومة زي ما ما يجري با وبالمناسبة أنه الأستاذ واحد حامد اللي فقدنا هاد الأيام الأخيرة سيناريسه الكاتب الكبير اللي بصم بقوة في تاريخ سينما المصرية ومع مخرجين كبار وبأفلام كبيرة اللي من الثلاث سينما العربية في محافل دولية والساد واحد حامد الله يرحمه كان لي الشرف أني نشتغل على الفيلم من كتابه اللي هو فيلم الوعد واللي من إخراج الكبير محمد ياسين وتمثيل محمود ياسين وفيلم كبير شو في الأسماء اللي فيه هادا كانت جري بازوينا دونك المصريين كاملين كيعرفوني من خلال هذا الفيلم كذلك الإمارات العربية المتحدة كنت شاركت شمو سلسل بقناة أبو دابي فلما كمشي للإمارات كيعرفوني الناس المغاربة بيانسوا كلهم اللي تم ما كيعرفوني سي نعمال ما كيعرفوني الناس توعنسى جزائريين كذلك لأنه كين أعمال مغربية كتعرض على قنوات عربية مخصناش نساوي هاد القضية هالي ومن هاد الباب كخص لفن المغربية كنت أول على ما كيقدم لأن الأعمال ما كتبقا شغي في مغرب الآن كين القنوات الفضائية كتشري أعمال لأنك يمكن العمل ديالك يوصل لأي بلاصة فأنا كنحاول على أنني ما نكونش بحدودة في الآفق جالي بزاف 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 الناس وأكثر شخص أنا أتر فيه موته أترت فيه وفاته هاد السنها دي وواحد صديق ديلي مقرب بزاف كان عنده مرض مرض صعيب وفقد جال كورونا دونك رجاله دا كالمرض عودبان وهذا الصديق جالي كان يخلق واحد توازن في حياتي صراحة بحلم مشالي شيئك كالي الله يرحمه وسه عليه وزائد شخصيات خرالي المعروفة أصدقاء وزملاء اللي ابتقدنا هم منهم سيصراح الدين الغماري الإعلامي المرموق والإنسان اللي اعطى الكثير كان رجل الحجر الصحي صراحة في الظروف ديالكورونا الله يرحمه وسه عليه الموت ديالو فجعتني بزاف لأنه كانت موت مفاجئة الناس كاملين تفجعوا لها زي ما البقاء ولله سبحانه وتعالى الله يرحمه الفرق صعيب الفرق صعيب صغير منك يكون إنسان لإنسان إنسان وعاد ما تنسيش أنه كورونا وحدات للناس ولنا فيما كتسمعي وفاة جالشي حد كتتأطري صغير منك يمرض بكورونا وكذا الناس ولنا كنسمعوه بعدياتنا دي من حسنات كورونا لنا الناس قرب من بعدياتهم كنسمعوه كانت أطروب أخبار بعدينا كتسمعي واحد في واحد البلاد مات بكورونا كتحزني عليه نادل مينبور يعني كنت رحم على جميع الأموات ديال ديال هاد السنة ديال 2020 وديال كورونا والعزائي العائلات كلهم اللي فقدوا أشخاص قرب منهم ولوالديهم ولوليداتهم والله يصبرهم ونهير فعلينا لو بعديها علاقتي من دي ما صراحة بالمواقع الشي ما يمنين بدات عادية وهو لكل وقت المستلزمات ديال ها قبل لما أنا بديت في المجال بمعناني قديمة كبرت في المجال ما كانوا ما كناش محتاجي ما كناش بحاجة ما كانش كاع انترنت ما كانش لويب ما كانش مواقع التواصل الاجتماعي كنا كانش تشغلوا بالهاتف بالصور كتصبتي الصورة ديالك بالإيميل إلى ترتي منك من بادي ولا الفيسبوك ما راه لإنستغرام دابا ولا أنا كنحاول نكون متواجدة ونساير العصر ونساير الآليات اللي كانين دابا باش أنني نقدر نكمل في المجال صوف هذا المجال اللي في المجال أخر مو يمنين نكون حاضرة لأن ولا على الانترنت شي حاجة لا يخلو بيتون منها صراحة يعني ضروري فأنا الآن متواجدة كنحاول نشتغل على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بي أكثر لأنه ولت ضرورة ضرورة لما كنحبت أنها مرتبطة بالشغال لأنك ممثلين يعني على حسب عدد المتابعين عندك على حسب الأعمال اللي غدي تشارك فيها وهذه حاجة اللي خاص أنتمنى يعني الجهات المعنية أن تحاول تشوف هذه المشكلة هذه لأنه وظاف الفنانين تضررين من هذه القضية هذه بالنسبة للإشهارات ولللبس الماركات وله هذه هذه الحاجة اللي كانت قديمة صراحة يعني من جهال هذه المبنية أنا في المجال كانك يتشرف واحد المحل مثلا أنه يلبس الممثلين في فيلم ممثلين كاملين ممثلين ممثلين تبغي تلبس واحد الفنان معين لأنه عندما معه تعاقد يعني هذا الشي كان قديم غير الآن ولا أتخاذيغ مواقع التواصل الاجتماعي ولكن هو من قبل كان يعني كان كان ممكن مثلا في مهرجان تلبسك واحد لاستيلي وتعطيك القفطان كادو ما كنش كان صوروه ونحطوه ولا اللبسون ونطقيو هذا هو الختيلة فيه أنه هذا مخصد شيبان الناس كيعرفوه مئة شي كينا من قديم زناف العز شميعرفوش إحنا جديدين نعمة يعني كنا قبل في هذا الشي هذا كأنو كي تعطونا هدايا كي نضي ماجازان كي يلبسونا كي تعطونا أشياء يعني عنا عنا كين هدايا كي هادي نك ممكن كتدير إشهار بطريقة غير مباشرة الآن يمكن ولت من ضروريات على أنه بشتواجد في مواقع التواصل الشي معي بقوة أنك تكون كتدير هاد الإشهارات وهاد الكولابورات كيف كي اسميوهم أنا ما كنشوش بلي كين حارج في إيطار أنه ما نكذبوش على الناس و ما نضوقوش بزاف المنتوجات المنتوجات اللي إحنا كنعرضوها مثلا لكي ندروا له الإشهار و ما نحطوش حاجة اللي ما نفعش للناس من هاد البعض صراحة مشي واقعي لأنه شوفي بزاف يعني ما عارفت صراحة كيفاش كي وصلوا لهاديك الأرقام يعني ما عارفاش لأنه ما بحجش ولكن صعيبة صعيبة باش تصل إلى أرقام ديال مليون و جوج المليون و ثلاثة المليون صعيبة بزاف على ما أردون يمكن غالبا أنهم كي يشري كي يشري والمتابعين كي يشري والمشاهدات كي يشري واني كل شي ولا كيتشرة الآن كل شي حسب نادم ولا كيتشرة دونك شبانس حقا ولكن بزاف على يعني صعيبة بزاف صعيبة فعلا فعلا لأنه تابتا عنده كين شخصيات الآن عندهم متابعين كبار جوا من بوز تافي تافي بمعنى الكلمة عندهم متابعين الآن كين البوز كي يشارك البوز اكزيستي دجا قبل ما كان سميتشو البوز سميتشو فلان كيتعرف بشي حاجة عندك واحد الإنجاز واحد النجاح واحد العمل واحد الشخصية واحد الظهور واحد شي حاجة كتبان ممثل ظاهرة شي حاجة كتفلاش شي هكا أعطاوها الآن اسم البوز أنا ضد هات الشي اللي كنشوف دابا هو البوز دجا كين وإيجابي الجود بوز البيت بوز أنا ما معاش أنك تدير البوز ولا تدير واحد الدعاية لنفسك بشي سيلبي كيدرك ولا يدر الناس الأخرين أنا ضد هذا ولكن البوز بشي حاجة إيجابية ويعلش الله من خلال برنامج كيوعي الناس من خلال إعلان مادة من شي شي برو جويلين في الناس من خلال أي حاجة إيجابية سوال صاحبه أو للناس اللي كتلقاه إنما كنت كنشوف من صغيرة كون شو بإذن لها لما كنت كندير الماش هذه واحد 16 عام 14 عام كنت تدير الماش ماشي. مغني كنت كان دير لها ماشي كان جي كان شبه لها. دابا يمكن عاود لأن نبدل اللوك ديالي. يمكن أن تشبهه أكثر في العينين والحواجب. فهذه فضل عبارتي هذه. تتخفيني في شوية إلا ما أخذ نكذب ومعرف تسافي في هذا الشيء. أسالة فإن أنا يشرفني أنني شبه لها. وكان حماق عليها. كتعجبني بزدف. كتعجبني صوتها. كتعجبني الرؤية ديالها للحياة. الفكر ديالها. تقافتها ما شاء الله. فنانة بمعنى الكلمة. ما كرهتش. ما كرهتش يا أختي. شوفي ما كانش فنان الآن. ما كيقلمش على شي حاجة إضافية. إذي تخدم بيها الصورة دياله كفنان. يعني الفنان ما كيبقاش محصور في أنه يا ممتيل يا مغني يا أكتستوبانت يا شاعر يا الفن شامل أنا بالنسبة لي. ما عنديش الصوت ما عنديش. اكتش هربو. نااااااااااااا. ما عندري معاني. ما شرب lead Model. ما شرب. نعم. ما بد lastedنغنى اذهي حصريه ليك معانلي ما غند. سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا البكتيب وأخذها الهراب بعز علي غني يا حبيبي لأول مرة بذنك نساوى